طيب المجموعة اللي جاية مجموعة اللي جاية جاوبك بقى على سؤال المكسيك أندريس كوردادو آه لعب ريال بتيس ده اللي مشاركة كم؟ الخمسة الخمسة من 2006 هو محافظ على مشاركاته لحد دلوقتي هو مع ميسي وكريستيانو اللعب اللي شارك الخمس بطولاتهم حلوة المعلومة يلا بي حلوة المعلومة طيب المجموعة اللي هنكلم عنها دلوقتي مجموعة المنتخب اللي أنا مرشحه للفوز وهو دايماً بشوف أن المنتخب البرازيلي قبل أي كاس عالم هياخده بتحس أنه هو المؤشرات كلها واضحة كده يعني في 2002 ما اعتقدش أنه كان فيه فرق كبير ببرازيل هنا وبقيت المنتخبات كلها تحت بس ما اتشيك كان برضه هو المرشح بس سوق حظ يعني سوق حظ كبير قبل النهائي أهم اللايب عندك بيتصاب ورونالدو طبعاً مجاريته بيتصاب هو حصل له حاجة غريبة جداً متحصلش لأي لاعب قبل البطولة لكن أداء في 98 لو رجعت من البداية لحد المبران هير منتخب البرازيلي هو الأفضل هو الأفضل طبعاً فاحنا بنتكلم على منتخب مدجج بالنجوم يعني مدجج بالنجوم احنا عندنا اتنين حراس انت هتوقف مين فيهم أليسون ولا إديرسون اتنين من أفضل حراس في الدورة إنجلي تختار مين؟ أليسون طبعاً وأنا أليسون أليسون عامل نيولوك كاس العالم وهو تقريباً وأخذ وقعود إن هو هيشارك أليسون حارس ممتاز خط الدفاع يمكن عندهم مشكلة في الظاهرين ودي مشكلة كبيرة جداً لأن دليل على المشكلة هو داني ألفش داني ألفش وجوده في كاس العالم ده دليل إن فيه مشكلة كبيرة في الباك رايت في الباك رايت يعني لعب كبير جداً في السدن وبيلعب في الدور المكسيكي بص أنت أصلاً أول أربع أسماء بغض النظر أن أليس تليس عمل أداء حلو شوية في الدور الإسباني الفاطر الأكيدة بس تبص على الأربع رمع الصغرات يمين وشمال داني أعتقد إن هو بلعب بداني ألفش لأن أنت في كاس العالم برضو وفي ميزة كبيرة جداً للمنتخب البرازيلي وهي الأجنحة الهجومية ممتازة جداً فأنت مش مطالب الظاهير أنت مش طالب منه الهجوم خالص بدايةً فدايماً بتفضل ظاهير بيمتاز بالقوى الدفاعية والصلابة الدفاعية عشان يأمن الأجنحة اللي هي الأجنحة البرازيلية شوية تهتم بالمهارة وبدنياً مش هترجع تساند فدايماً الأزهير الدفاعية فأعتقد إن البداية مع دانهيلو في مركز ظاهير الأيمن الظاهير الأيصر ما بين ساندرو وآلكس تيلس وهو اختيار صعب لأن الاثنين اللعيبة ما بنقولش إن هم اللعيبة لامعة يعني لكن ساندرو مقدم موسم سايق جداً مع يوفينتوس تيس أقول لك أتمنى بس إنه يلعب آلكس تيلس فتيلس يلعب لأن مستوى سايق جداً مع اليوفي فوس طبعاً تياجو سيلفا رجع لمستوى وفورميته مع تشيلسي وبيقدم عروض جيدة جداً في الدولة الإنجليزية أعتقد إنه يتواجد بشكل أساسي لأنه لو مش هتواجد بشكل أساسي ما كانش هيبقى موجود مع المجموعة فهو أخذ وعود إنه هتواجد ما بين ماركينيوس وميليتاو ميليتاو بيقدم عروض جيدة جداً مع ريال مدريد واحد من المدافعين لا بس ماركينيوس هيحط ماركينيوس أنا بقول ماركينيوس لأنه واحد من القادة وواحد لكن وبعدين سنائيته مع تياجو سيلفا سنائية فيها تجانس وفيها تفاهم من أيام باريس سان جرمان فهو ماركينيوس حاجز مكانه مع تياجو سيلفا وكمان بريمير مدافع يوفينتس هو مدافع جيد جداً أفضل لعب في الدور الإيطالي الموسم اللي فات أفضل لعب مش أفضل مدافع أفضل لعب تماماً في الدور الإيطالي فبريمير برضو مدافع جيد وإحنا بنتكلم على قلوب الدفاع جيدة كلها في المنتخب البرازيل بسط الملعب في فابينيو وكازي ميرو اتنين بلعب في مركز واحد وهو الارتكاز ما تقدرش تلعب أنا بشوف أنه ما تقدرش تلعب اتنين مع بعض والاتنين مش في أفضل أحواله لا فابينيو مع ليفرد بول في أفضل أحوال كازي ميرو مع منشيس سوناتد في أفضل حوال كان كازي ميرو نسبياً أفضل هو هيلعب بشكل أساسي في البطولة معه لوكاس باكيتا لعب الممتاز لعب ليون واحد من اللعيبة الممتعين جداً جداً الناس تتفرج عليها وتتفرج على المتعة والمهارة اللي بيقدمها لوكاس باكيتا في وسط الملعب يا بني بس اوصل بس لضرب الناري اللي تحت ما ده مشكلة كبيرة درب نائي أنا لو مدرب في خط الهجوم دوت أنا والله انت عايفي عارف لما نين لعب ليستيشا وتنزل كلهم وأجميل ايوش طبع حتى لو لقبته باربعة انت هيبع عندك برضو حتياتك بي يا بوس بينيسيوس رائع خيسيوس عامل موسم عظيم أنتوني يعني ماشي بيحاول يفوق مع مانشستر رفينا عامل موسم حلو تشالسون عامل موسم حلو مارتنيل عامل موسم رائع جداً مع أرسناب رودريجو وبدرو ده بقى بالنسبة هو اسم المجهوء يعني مين بدرو ده بتلاقي بدرو ده شاركو فرمبراتل وده وعمل أداء رائعي واحد من النجوم اللي هينتقله لأوروبا وبعد ما هينتقله لأوروبا يمكن بدرو ده نتكلم عليه بقى ونقول ايه ده بدرو فاكر فا في 22 كنا بنقول بدرو اللعب مغمور هو بدرو مهاجم جيد جداً فهتلاعب مين انت في الجانب الايمن يعني في الجانب الايمن في عندك رفينيا وانتوني للاعيبة يعني الاختبار ما بينهم صعب لكن اعتقد رفينيا هيتواجب طب امشي مع ايه واحد واحدة بس ماشي هو يلعب كم واحد قدام سولاسي سولاسي ووراهم واحد اربعة اتنين تاتا واحد لا اربعة تاتة تلاتة اربعة تلاتة تتفايلة لوكاس باكيتا وكازيمير وفريد دول تلاتة في وسط الماعدة تمين بقى التلاتة اللي قدام دي بقى المعضلة الكبير عاصل بنيسوس ونيمار اكيد حاجزين اتنين بالزبط حاجزين بثنين وبعدين الاتنين بيحبوا يلعبوا في مركز واحد بنيسوس الجناح الشمال بس نيمار بيتواجد في العنق مع المتخب البرزيلي بشكل كبير وبيسقط لورا وبيبقى فيه يبقى احنا هنقول بنيسوس ونيمار ونيمار الازمة بقى النحاء اللي هناك دي رافينيا في الفترة الاخيرة بدأ ياخد كتير مع تيتي وبدأ يقدم مستوى جيد في المباريات الودية وتواجده اعتقد بشكل اساسي هو المرشح الاول للتواجد مع السلاسي الاخر مارتينيلي يعني مستوى جيد نقطة جابريل خيسوس ممكن نتكلم عليها ان جابريل خيسوس هو مش التارجيت اللي تقدر تعتمد عليك رقم تسعة ده مع منشستر سيتي ومع أرسنال حاليا ومع أرسنال حاليا بدأ بداية جيدة لكن الفترة الاخيرة ما بقاش يسجل اهداف بقى يصنع اهداف وتحركاتهم ممتازة هو تحركاته شبيهة لتحركات فيرمينيو هو يمكن استبعاد فيرمينيو ده أثار لغط شوية لكن انت تتكلم اننا عندي اتنين لعيبة تو بروفايلز هما متشابهين تماما في تحركاتهم وفي اداءهم هما خيسوس وفرمينيو وهو كان عايز لعب هداف بيدرو ده اعتماده أساسي على بيدرو لانه ممكن يحتاجه في مبارات يرجع نمار يلعب 4-2-3-1 يبقى لازم مهاجم رقم تسعة اللي هو بيدرو موجود في المتخب البرازيل فقال ان خيسوس وفرمينيو فضل عليه خيسوس واعتقد ان خيسوس يعني مش هتواجب بشكل أساسي في البطولة الجاية الا بقى لو انت هتلعب بنيمار في الججناح أيمن وتبقى تجربة جديدة طيب دي البرازيل